محب العلم والثقافة والاقتصاد والفكر مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نلتقي فيه بعد مأساة الفتاة الجزائر الأصل في فرنسا نائل رحمه الله تعلمون أن الجزائر بأسف الشديد تم استخدالها من طرف فرنسا لسنوات وسنوات وتم استخدال الجزائريين في بعض استخدال من طرف فرنسا لسنوات وسنوات وتم أيضا تصوير الحرب الفرنسي لكثير من الشباب الجزائريين الذين كانوا يرون في فرنسا جنة جنة على الأرض وهذا للأسف ما وقع فيه الكثير من الشباب كمغالطة فرنسا التي أخذت الكثير منها كثير من نفاءات والإطارات والأتباء لأنها فقط فرنسا وأنها فقط هؤلاء تكونوا باللغة الفرنسية ولأنها تستغل المستعمرات علاقة فرنسا مع مستعمراتها علاقة استغلال فكري استغلال ثقافي استغلال بشري لهذه المستعمرات وبصفة خاصة دول شمال إفريقيا التي معرأتها كفاءات في كل ميادين وفي كل المجالات خاصة المجال الطب المجال التقني المجال الإضاري الاقتصادي وغيرها من المجالات التي استطاعت فرنسا بها استغلال هؤلاء فقط لأنهم تكونوا باللغة الفرنسية هذه اللغة التي تبقى قاسرة وقاسرة جدا أن تكون لغة علم إلا أننا فقط عودنا عليها وأصبحت لغة مستخدمة للأسف لأسباب إيديولوجيا هنا في الجزائر والحمد لله بدأ تخلي عنها تدريجيا وحتى نتخلي عنها الأقطبوت أنا أسمي الأقطبوت الفرنسي الذي يمتص إفريقيا من شمالها إلى جنوبها 17 دولة واستعمرات وكثير من الأبد تتحرر من فرنسا مقتل نائل يعطينا صورة عن الوجه الفرنسي الحقيقي اتفاقية الهجرة وتسهيل الهجرة لزائريا ستة وتسعمائة وستين وأيضا بعد اتفاقية يفيان ستة وتسعمائة وستين ويتعلى أثرها الكثير من الشباب لزائريا ذهبوا إلى فرنسا بس أن تعوض شيخوخة شيخوخة شعب يعني شعبها تركيبة تركيبة البشرية يعني الديموغرافي التركيبة البشرية كانت شاخت وبالتالي فهي حاجة إلى شباب شباب وبالتالي تشبيه بيأتي من دول إفريقية ذات معدلات الخصوبة العالية ذات الشباب عن معدلات شباب عالي مثلا في جزائر حوالي 2700 شباب وبالتالي بدأ في سنوات سينات استغلال جيل كامل يعني واستغلال العمال الجزائرية في أقضر سواء في أقضر الأعمال التي لقم بها فرنسيا أو استغلال كفاءة الجزائرية فيما بعد خاصة في سنوات ثمانية تسعينات ألفنات إلى حد الآن في يعني لسد النقص بشري الموجود في فرنسا كفاءة الجزائرية والكفاءة أيضا التونسية والمغربية والإفريقية عموما يعني ستينات وسبعيانات وثمانينات أصبح لديهم أبناء في فرنسا وأصبح لديهم الجيل الثاني دوزيام جنيراسيون وأصبح هناك جيل ثالث تخوات زيام جنيراسيون وهنا بدأت بدأت الشكال شاب ذو أصول إفريقية موجود مولود يعني جزائرية أو شمال إفريقية أو إفريقية سوداء مولود في فرنسا يعني لديه الحنين يعني لديه وجه وملامح غير فرنسية غير أوروبية ولكن لديه جنسية فرنسية وأحيانا لديه جنسية مزدوجة يعني لديه جنسية مثلا البادلهم هؤلاء بدأت اتهادهم اتهادهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني أصبح المجتمع ينظر إليهم يعني المجتمع يتقبلهم إن كانوا إطارات يستفيد منهم من خبراتهم يستفيدهم من بعض الحقوق أن الدولة مثلا دولة لفخاتنا مثلا الأقوة وهالشعر زائف في فرنسا لكن لأسف الشديد تبقى هناك الكثير من العنصرية هناك والكثير من نظر إنظر إليهم أنهم ليسوا فرنسية الأصل وهذا ما يعاشه الكثير وأظن أن ما حدث لنائل رحمه الله يعني نائل أو الطفل بين طفل والشباب يعني المراهق نائل عدوا لسان في سن عدوا لسان في سن سبعة السنة أصبح عبر عن كثير من هؤلاء بدل خرجوا بالملايين أنه معظم شباب في فرنسا هم شباب ليسوا أصول فرنسية أصول إفريقية خاصة يعني أنه معدل خصوبة يعني معدل إنجاب لطن ناطاليتي لدى المغاربة يعني المغربة ومن الشماء إفريقيين والأفارقة أكثر من كثير من فرنسا وبالتالي هؤلاء شباب عمروا عبروا عن رفضهم للعنصرية لغاسيزم لاهان خطاب الكراهية للديسكورد لاهان والعنصرية لغاسيزم الذي أصبحت منتشرة هناك بالتالي فرنسا أردت استغلال هذه الشعوب فأنقلب السحر على السحر واصبحت أن تدفع هذا لكن الألوم كثير من جزائرين الذين لا يوجد إلا فقط فرنسي أنا ابني ابني يذهب حتى مثلا يجتاز إلى باكروريا فرنسية إذا بلا فرنسا لماذا لماذا الكثير من جزائريين أسفل سنوات وهم يرون أن العالم فرنسا هناك بعض من جزائريين ووجودون معنا يرون أن فرنسا فقط هي محور العالم وهذا خطأ هناك شعوب أخرى فقط لأن هناك عائلات هناك جزائري فرنسا لا لا بد من تغيير هذا والآن تلاحظون فرنسا كيف أصبحت وتلاحظون كيف أصبح لمجتمع في فرنسا حتى الآن لو رحت السؤال عن الكثير من الذين بقيوا على حيث من الجيل أول الذي هاجر حتى الجيل الثاني أو الجيل الثالث يتمنون لعودة بلدهم الأصل سواء الجزائر أو غيرها أو تونس أو المغرب أو دول إفريقية أو سنغال أو مالي كثير منهم لأنهم أحسوا أنهم لا يتمنون هذا المشكل والمعضلة الثقافية والحضارية والمعضلة الإنسانية الموجودة في فرنسا حاول استغلال هذه البلدان وبالتالي علينا كرزيين أن نعي جيدا أن نكون أكثر أخوة وأكثر حرص وطنية وحب لوطنين كان معكم أستاذ عبقبالي والسلام ونتقل في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر